الآن سنتعلم قليلاً عن الجاذبية وكما تعلم الجاذبية شيء خاص في مقدمة الفيزياء أو حتى في الفيزياء المتقدمة ويمكن أن نتعلم كيفية حسابه وكيفية إدارك ما هي المتغيرات المهمة فيه لكن هو شيء غير مفهوم بشكل جيد وحتى عندما تتعلم أنظرية نسبية العامة قد لا يكون هذا مفهوم بالنسبة لك أو يمكن أن تقول أنه كشيء أو تتخيله كشيء يغلف الفضاء أو شيء كهذا إذن لفهم هذا لفهم لماذا تنجذب كتلتين لبعضهما البعض وهو حقيقة شيء غامض على الأقل بالنسبة لي لكن مما ذكر لنتعلم كيفية التعامل مع الجاذبية وسنقوم بهذا بتعلم قانون نيوتن في الجاذبية وهذا يجدي نفعا لمعظم الغايات إذن قانون نيوتن في الجاذبية ينص على أن كلتا الكتلتين تنجذبان لبعضهما البعض إذن هذه قوة الجاذبية تساوي ثابت الجاذبية العام ضرب كتلة الجسم الأول ضرب كتلة الجسم الثاني تقسيم المسافة بين الجسمين تربيع إذن هذا بسيط جدا إذن لنحاول العبث بهذا لنرى إذا كان بالإمكان بالإمكان الحصول على بعض النتائج التي قد تبدو مألوفة بشكل معقول لنا إذن لنستخدم الصيغة لإيجاد ما هو التسارع التسارع الجاذبية عند سطح الأرض إذن لنرسم الأرض لنعرف ما الذي نتحدث عنه حسنا إذن هذه الأرض ولنفرض نريد إيجاد التسارع التسارع الجاذبية على الأرض وهذا أنا أقف هنا وكيف نطبق المعادلة لإيجاد كم هو التسارع في الأسفل عند مركز الأرض أو مركز الأرض للكتلة القوة تساوي ما هي هذه الجي الكبيرة ما هي الكابتال جي؟ هي ثابت الجاذبية العالمي وعلى الرغم حسب علمي لست خبير في ذلك أعتقد أن قياسها يمكن أن يتغير هو ليس ثابت حقا أو أعتقد عندما تكون في قياس مختلف يمكن أن تكون مختلفة لكن من أجل غياتنا هو ثابت وثابت في معظم فصول الفيزياء يساوي 6.674 للكوة سالب 11 متر تكعيب على كيلوغرام لكل ثانية تربيع ألم هذه الوحدات غريبة لكن كل ما علينا أن نلتزم بها بحيث عندما نضربها في الكتلة والكتلة تقسيم المسافة تربيع نحصل على نيوتن أو كيلوغرام متر لكل ثانية تربيع إذن لن نقلق بشأن الوحدات الآن فقط يجب أن تدرك أننا سنعمل بالمتر والكيلوغرام والثانية إذن لنكتب الرقم هنا وسأغير الألوان لجعل الموضوع مثير حسناً 6.674 10 للكوة ناقص 11 ونريد معرفة التسارع لدي أو لديك إذن M1 هي كتلتي ولا أريد أن أفصح عن كتلتي الآن في هذا الفيديو لذا سأتركها كمتغير ومن ثم ما هي الكتلة 2؟ هي كتلة الأرض المكتوبة هنا بحثت عنها في الويكبيديا هذه كتلة الأرض إذن نضرب هذا في كتلة الأرض ضرب إذن ضرب 5.97 ضرب 10 للكوة 24 تقسيم المسافة التربيع الآن ستقول حسناً ما هي المسافة بين شخص يقف على الأرض والأرض؟ حسناً هي صفر لأنه يلمس الأرض لكن المهم إدراك أن المسافة بين الجسمين أخاصة عندما نتحدث عن قانون الجاذبية العام هي المسافة بين مركزي الكتلة إذن مركز الكتلة لي ربما هذا ثلاثة أقدام فوق سطح الأرض لأني لست طويلة من المحتمل أنها أقل من هذا بقليل على أي حال مركز الكتلة لي وهي ثلاثة أقدام زائد مركز الكتلة الأرض وهي ستساوي نصف قطر الأرض أليس كذلك؟ إذن نصف قطر الأرض هو أيضاً بحث عن هذا في الويكبيديا وهو يساوي 6.371 كيلو متر كم متر هو هذا؟ هو 6 مليون متر أليس كذلك؟ ومن ثم تعلم ما هي المترات الإضافية للوصول إلى هذه الكتلة مركز كتلة T ويمكن تجاهل هذا لأنه رقم صغير جداً إذن سأكتب هذا بالرموز العلمية بما أن هذا بشكل علمي إذن 6.371 ضرب 10 للكوة 6 متر إذن نكتب هذا إذن المسافة ستكون 6.371 ضرب 10 للكوة 6 يجب أن نربع هذا تذكر المسافة تربيع إذن لنرى إذا كان بالإمكان تبسيط هذا إذن لنضرب هذه الأرقام في الأعلى أولاً الكوة تساوي سأحضر المتغير هنا الكتلة لضرب سأكون بعمل سأكون بعمل الجزء العلوي إذن لدي 6.671 ضرب 5 ضرب 5.971 هذا يساوي 39.82 39.82% وقد كنت بضرب هذا ضرب هذا إذن الآن نجمع القوة وهذا يمكن إضافته إذن ضرب 10 للكوة للكوة 13 إذن كيف سيبدو المقام سيكون 6.37 تربيع ضرب 10 للكوة 6 تربيع إذن ستكون أي أن هذا سيكون سيكون ضرب ضرب 10 للكوة 12 ليس كذلك لأننا نقوم بجمع القوة إذن لنجد كم تساوي 6.37 تربيع إذن هذه ستساوي 40.58% وبعد تبسطها الكوة تساوي الكتلة الكتلة لي لنقسم 39.82 هذه ستساوي 9.81% 9.81% قسمنا فقط هذا على هذا ومن ثم 10 للكوة 13 تقسيم 10 للكوة 12 في الواقع لا هذه ليست 9.81% بل 0.981 ومن ثم 10 للكوة 13 تقسيم 10 للكوة 12 تساوي 10 إذن هذه ضرب 10 حسناً حسناً القوة تساوي 9.81% ضرب الكتلة كتلة وإلى أين سيوصلنا كيف يمكن إيجاد التسارع الآن حسناً القوة هي فقط الكتلة ضرب التسارع ليس كذلك إذن هذا أيضاً سيساوي التسارع 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 تسارع الجاذبية الأرضية وسنعبر عنه بالج هنا ضرب الكتلة كتلتي حسناً نعلم أن قوة الجاذبية هي 9.81% ضرب كتلتي ونعلم أن هذا هو نفس الشيء كتسارع الجاذبية ضرب كتلتي إذن يمكن تقسيم الترفين على كتلتي ولدينا تسارع للإجاذبية وإذا استخدمنا الوحدة طول الوقت سترى أنها كيلوغرام متر لكل ثانية تربيع وأظهرنا هذا على الأقل بناءً على الأرقام المعطى لنا من الويكيبيديا تسارع الإجاذبية على سطح الأرض تقريباً بالضبط ما استخدمناه في كل مساء الحركة المقذوفات إنه 9.81 متر لكل ثانية تربيع هذا مثير للاهتمام إذن لنقوم بمسألة سريعة مع الأجاذبية لأنه لدي دقيقة فقط لنفرد أن هناك كوكب آخر يسمى كوكب الأرض الصغير ولنفرد أن نصف كتر الأرض الصغير هو نصف كتر الأرض إذن نصف كتر الكوكب الصغير يساوي نصف كتر الأرض والكتلة للأرض الصغيرة أو للكوكب الصغير تساوي نصف كتلة الأرض إذن ما هو مقدار الجاذبية على أي جسم؟ لنفرد نفس الجسم على هذا وبكم هو أصغر وسيكون على هذا الكوكب؟ حسناً سأحتفظ بهذه المسألة للفيديو القادم لأنني أكره الاستعجال أرىكم قريبا إلا لكا